السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتاج الكاس ركيز 200 مل كافية نحتاج القرفة للتنسيم نحتاج رشة من الملح نحتاج ملعقتين طعام من الزيت النباتية ملعقة تكون كبيرة بطبيعة الحال بالنسبة للطريقة سهلة و بسيطة نضع الماء نضيف ملعقتين من الزيت نضيف ملعقتين من الزبدة نضيف رشة من الملح نضيف تقريبا قمصة قليلة القرفة البعض نضيف خلق نضيف فوق النار نضيف حرارة العلاج تعدين كهما مشرق نضيف نضيف الكاس ديال الدقيق مع التحريك المستمر لا تخافوا لكم العجينة لا تقوموا بكويرات نهائية نتفاعل كميائي بناتهم والنتج سهلة نتفاعل كميائي بناتهم يبقى أن تخدموا أجلوها كميائي بناتهم نحسوا بها سافرة الداخل وضعها جانبا ننخافت درجة حرارة حتى نتفاعلها بيدي فقط نزل حرارة تقوم بقدافية و نحييها ملئة و ندعك فيها و ندلكها كما كان عجينة عادي تحيي دلك ستريس كامل قوام عجينة العادية قوام عجينة تبرد و تنشف كتاب نشكل كويرات و الحريب كل وزن في 15 جرام نهائيا نشكل كويرات كاملة نشف كتاب نشف كتاب قوام عجينة تبريد بشكل كامل نشف كتاب نشف كتاب نشف كتاب نشف كتاب نشف كتاب ونشف كتاب نشف كتاب نضغط الحربل ونضغط عليه اضغطها خفيفة اضغطها 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 طبع تضيف اضغطها 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 نجاح الوصفره يبدأ من المقادر لطريقة التحضير لطريقة التحضير هذا القطاع تقنع الموتيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة نضع مقلاه وضع زيت وضع زيت حتى يسخن هنا العكس للشباكية تقريبا بحشكل المقرط النار تكون قوية لا تكون نار مهيلة سينوه سيتحلي كامل قليه اللوله نقصت على البوطة نقصت على البوطة تشتت لي كامل القليه الثانيه المقادر مضبوطه غير القليه الثانيه جهدت عليها البوطة صفوية طيبة طيبة ضيجة 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 طيبة ضيجة 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 نوعه في الطبيلة وخغير جوج ببياسات مختلفين من كل حاجه منظر لي هو زوين نشوف معي هاد شكيل يعني غير بقطعت بطاطره كل شي متوفر وكل شي ما شاء الله ولو في مواقع التواصل الاجتماعي كل شي قريب أنا غدا قسم معاكم واحدة كتجي بحل قوام ديال الزلابية يعني الناس اللي عزيز عليهم الزلابية هاد راه ناجحة طريقة اللي هي زوينة شوفوا معي كبجة شار بالعسل معلكة من الوسط ومقرمشة من بره يعني نصحكم تجربوها راه ناجحة مقادة اللي هي بساط بدون بيض بدون خميرة بلا مقطع بلا تمارا يعني يجدلك السهل حتى اللي بيني بديك نتمنى الفيديو ديالي ممكننا الإعجاب ديالكم إلا عجبكم طبيعة الحال كما كنقول دائما فما تنخلوش لنا بالبارتاج عندكم واتساب فيتسبوك يعني كليكوا على بارتاجي وصيفتوها اللي عائلة ديالكم باش كتعم الفائدة كنستفدوحنا وكتستفدوتميا خلونا اللي لايك والتعالي قد نخليكم رابط صفحة ديالي الانستغرام وقناتي التانية تمنى أنكم تدخلوا لها وتشجعوا المحتوى دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم إلى فيديو قادم شاء الله